فصل صائق حفلة في فينا بسبب إهانة إمرأة شيشانية ترتدي الحجاب ودي الموضوع ده بطل صائق حفلة اللي ست صعدت للأوتوبيس ومعاها أطفالها الثلاثة واحدة منهم بتاكل بتسا عمل عملية تزمر وبدأ يتلفظ عليهم بألفاظ غير لائقة والدرجة أني في خلال لما ست فكرت أنها يعني تتكلم معاها علشان الموضوع ده ومش مزبوط الأطفال كانوا نزلوا ماشي بالأوتوبيس وطرق الأطفال محطة طبعا ده موضوع إرهاب من نوع آخر وإن كان لم تستخدم فيه سلاح ولكن ده عملية تنمر شوف سيد الكريم خلينا نأخذ الموضوع من أول ومشان نكون نحن موضوعيين ومنطقيين يعني أوكي العنوان فصل قافلة في فينا بسبب إهانة إمرأة شيشانية ترتدي الحجاب يعني إلا بالبداية شو ألا كانوا الأطفال بالكرسي اللي خلف السائق عم يأكلوا بيتزا نحن بنعرف بالمواصلات عامة في فينا ممنوع الأكل والشرب داخل المواصلة طيب على سبيل المثال هم انتهكوا قانون الأكل كان بإمكانه السائقون فقط يحافظ على الحالة القانونية بإمكانه يوقف وتفضلوا انزلوا انزلوا ممنوع الأكل في الباص لأنه بتطلع ريحه وفعلا شيخ مزعج لكتير ناس قاعدين يعني تخيل واحد انت قاعد بجنبه وعد عم يأكلوا ريحة أكل وانت ما لك انت مثلا ما لك حابب تشم ريحة أكل أو بتتحسس منه أو بيسبب لك صدامة خاصة يعني طعام السوق الشعبي كذا في كتير مشاكل ولكن مع الأسف الشديد تصعد الموقف وبدلا ما يكون السائق معاه صار الحق عليه لأنه تعرض ووصف الشيشانية بأنها غجرية أو نورية كما يقال في مصطلحاتنا العربية أنه ليش هيك عم تتصرفي وليش هيك كذا وما لازم تعملوا هيك أم هي راح بدأ تحكي معه حاكي مع بنتها بعدين فتأجج الموقف فصراحة كان الحق معه صار الحق عليه ومشي وتركها وكان الأطفال نزلوا هي راح بدأ تحكي معهم يعني مع الأسف الشديد هو الحق معه وهي الحق معه نعم فهب ولكن سوء إدارة الموقف من السائق وصلت السائق وصلت الحالي لهذه الطريقة اللي احنا شفناها طبعا شركة بلاكوس اللي هي مشغلة لهذا الخط قالت أنه هذا الشيء لا يمثلنا وأكدت أنه حدوث هذا الشيء غير مقبول وإدارة الشركة السلوك الذي وصف لا يتماشى مع قيم الشركة ولا مع عادات مجتمعنا معالجة الأمور بشكل محترم وملائم وأكدت أن هذا السلوك لا يتم تسامح معه ويواجه السائق الآن خطر الفصل من العمل فبالتالي يعني مشكلة يفترض بالبداية تعامل معها بغير حكمة من عرف الأدب أمن العقاب ما يكلمين بالضبط مثلا عزروني إذا كان غضاء فبالتالي يفترض ما أحد يأكل ما أحد يتجاوز عبارة عن مجتمع عام ولازم يكون هناك احترام متبادل ولما بتصير مشكلة يا سائق أمامك بتتعامل معها ضمن الأنظمة والقوانون عندك ليستة معينة عندك حق توقفة عندك حق تطلب للشرطة عندك حق مثلا في لك قوانين معينة أما تتجاوز وتشتم وتسهين لا مش من حقك فبالتالي كانت الحق معه طار الحق عليك